أحب اقتناء الأنتيكا والأشياء الفريدة من نوعها منذ الصغر وقرر في يوم من الأيام أن يمتهن جمعها كما فعل أبوه وأجداده منذ عشرات السنين هو فرسة محمد خمسيني قضى عشرات السنين في حب هذه المهنة التي ورثها عن أجداده الذين علموه أيضاً اختيار واقتناء السجاد الفاخر بأنواعه المختلفة والدي وأعمامي كان يشتغلون بالأنتيكات أنا تعلمت من والدي صاير تقريباً مثل ما قلت أربعين سنة هم أقدم قطعة عندي السجاد الكردي والخنجر الكردي هم أقدم قطعة عندي وأعس قطعة عندي فرسة محمد يعشق مهنته التي تشكل بالنسبة له سبباً كبيراً للحياة ويأمل بأن يكمل أبنائه من بعده مشواره الذي بدأه مع هذه الهواية التي تحولت عنده بمرور الزمن إلى مهنة يعتاش منها إن شاء الله سأبقى في هذه المهنة وريد أولادها منها يشتهرون في هذه المهنة ويكون أفضل مني تتراوح أعمار مقتنيات فرسة محمد بين عشر سنين ومائة سنة وتتنوع في استخداماتها وأشكالها وألوانها التي يرغب بها السياح القادمون من دول الجوار وغيرها بشكل كبير هذا تاريخ ما ينسي هذا الآثار ما ينسي لا التاريخ يجعون الجيال بعدنا يضعونهم تاريخ نحن نشجع هذا الشيء يكون موجود أقبال كل جزين عليه من الأجانب من العراقيين من دول العربية يجعون يستقبلون هذا الشيء وبقدر ما تشكله الأنتيكات من قيمة معنوية وجمالية لدى هوات جمعها واقتنائها تلعب هذه الهواية التي تحولت عند الكثيرين لمهنة دورا لا يستهان به في حفظ تراث وتقاليد وتاريخ الشعوب ترجمة نانسي قنقر